فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور فسينسى، وكل مذخور فسيفنى، ليس غير الله يبقى، من على فالله أعلى أيا عبد، كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا، وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرة، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقاء، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا فلو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى، ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي فالموت ليس فناء الإنسان ولا إعداما لوجوده، بل الموت حالة من أصعب الحالات التي يمر بها الإنسان حيث تخرج فيها روحه لتعيش في عالم آخر غير العالم الذي اعتاد عليه فالمؤمن إذا قبضت روحه تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما تلقون البشير في الدنيا فيقولون أنظروا صاحبكم يستريح، فإنه قد كان في كرب شديد ثم يسألونه ماذا فعل فلان؟ وما فعلت فلانة؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول أي هات قد مات ذاك قبلي؟ فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئسة الأم وبئسة المربية فالميت يشعر ويستأنس ويفرح بمن يزوره ويرد عليه السلام فيقول عثمان بن سواد وكانت أمه من العابدات لما احتضرت أمي رفعت رأسها إلى السماء وقالت يا ذخري ويا ذخيرتي، ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعدما ماتي لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري قال فماتت، فكنت آتيها كل جمعة وأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور فرأيتها ليلة في منامي فقلت لها يا أمه، كيف أنت؟ قالت يا بني، إن الموت لكرب شديد وأنا بحمد الله في برزخ المحمود يفترش فيه الريحان، ويتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور فقلت، ألك حاجة؟ قالت نعم، لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا فإني لأسر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك، فيقال لي هذا ابنك قد أقبل، فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات وقال بشار بن غالب رأيت رابعة في منامي وكنت كثير الدعاء لها فقالت، يا بشار، هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل الحرير قلت، وكيف ذلك؟ قالت، هكذا دعاء الأحياء إذا دعوا للموت واستجيب لهم، جعل ذلك الدعاء على أطباق النور وخمر بمناديل الحرير ثم أتي به إلى الذي دعي له من الموتى فقيل له، هذه هدية فلان إليك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام وحدثنا الفضل بن موفق ابن خالي سفيان بن عيينة قال لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا فكنت آتي قبره في كل يوم ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله ثم إني آتيته يوما فبينما أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج وكأنه قاعد في قبره متوحشا أكفانه عليه سحنة الموتى قال فكأني بكيت لما رأيته قال يا بني ما أبطأ بك عني قلت وإنك لتعلم بمجيئي قال ما جئت مرة إلا علمتها وقد كنت تأتيني فآنس بك وأسر بك ويسر من حولي بدعائك قال فكنت آتيه بعد ذلك كثيرا فالأموات لا يشعرون بمن يزورهم فقط ولكنهم يشعرون بأفعال أبنائهم في الدنيا ويتباهون بها بين الأموات كما كانوا يتباهون بها في الدنيا وتعرض عليهم أعمالهم فإن كانت خيرا فرحوا واستبشروا بها وقالوا اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتمم نعمتك عليه وأمته عليها ويعرض عليهم عمل المسيء فيقولون اللهم ألهمه عملا صالحا ترضى به عنه وتقربه إليك فقد جاء عبد الله بن رواحة لابنه في المنام ولم يصل العشاء فقال له يا بني لقد أخجلتني وأحرجتني بين الأموات الموتة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات فاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنات النعيم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى